كابتن محمود الخطيب من امبارح الصبح مع عودة البيعثة البيعثة رجعت تقريبا حوالي ساعة عشر الصبح بدأ سلسلة اجتماعات مهمة جدا للوقوف على ايه اللي حصل بالزبط عشان محدش يتظلم ومحدش يكون اثر في حق الاهلي ويسلم من عقاب فبمنتهى الحرص وبمنتهى الحاسم كان فيه اجتماعات 3 اربعة مهمين اجتمع مع مرتل لسارت المدير الفني لوحده اجتمع مع كابتن ساد عب حفيز مدير الكرة لوحده ثم اجتمع بالاتنين مع بعض ثم اجتمع في الاول خالص مع الاساس خالد الدرندالي امين السندوق ورئيس البيعثة علشان يحط الكابتن الخطيب كرئيس للنادي ومفوض من قبل مجلس الادارة بالاشراف على الكرة يحط قدامه الصورة الكاملة مع وضع في الاعتبار كل الظروف الرياضية كلاعب كرة كبير وعارف الاضيات اللي ممكن يكون حصل في الملعب لكن ايه الاسباب اللي قدت لهذه الحالة الجماعية فبالتالي حتى نتجاوزها بالضبط بدأ النهاردة بعد توضيح الصورة بكل ابعادها طلع قرار بفرض عقوبات غير مسبوقة على اللاعبين والجهاز الفني والاداري وهنا المسؤولية الجماعية زي ما الفوز بيكافأ الجميع الخسارة بهذا الشكل اللي فيه تأثير في حق الاهلي وتمثيل الاهلي بشكل لا يليق به حصل عقوبات غير مسبوقة واكد لهم الكابتن الخطيب النهاردة لانه في اجتماعه مع اللاعبة في اللاعبة قالوا احنا لأول مرة نعرف ان الكابتن الخطيب عنده هذا القدر من الغضب والشخصية اللي ممكن تسور بانفعالات عنيفة فوصلت لهم المسألة انه لا انتوا ارتكبتوا حاجة غير طبيعية في حق النادي الاهلي وكان الكلام معاهم في قدر عالي جدا من الغضب والحسن لكن فيه تأكيد على ثقة الاهلي فيهم ولما قال لهم احنا لو مش واسقين فيكم ما كناش تعقدنا معاكم ولو مش واسقين فيكم ما كناش حملناكم مسؤولية ان انتم تمثلوا النادي الاهلي بما وراه من جماهير مشاعرها واحوالها مرتبطة بيكم قال لهم انتم لازم ان تعرفوا ان انتم زعلتوا الناس بجد لازم ان تعرفوا ان الناس بكت بجد بسببكم لازم ان تعرفوا ان المستوى اللي لعبتوا بيه خلى ناس كتيرة جدا في منتهى الحزن الاهلي ما يتعملش اه الكرة فايز ومهزوم بس احاول اكتهد اكون عند مستوى الحدث لكن يكون ادائي بهذا الشكل وشيل هزيمة بهذا المستوى ده مش الاهلي المطامن جدا اللعيبة استقبلت رسالة الغضب العنيفة من الكابتن الخطيب بمنتهى الازغاء والتركيز بعد ما خلص الاجتماع معهم اكد على ثقة في الجهاز الفني اكد على ثقة في كل اللعيبة لكن قال لهم الرد قدامكم اذا كان فيه عقوبة كبيرة فرضتها هذه الحالة فهي عقوبة قابلة لاعادة النظر فيها اذا ما رجعتوا الامور لوضعها الطبيعي وقال لهم عندنا بطولة تانية في الدوري وعندنا مباراة بعد بكرة مسئوليتكم فيها الجمهور اللي انتو بكتوه واللي انتو حزنتوه واللي انتو نيمتوه بكمدة كبيرة جدا انتو مسئولين عن حالته انتو لازم ان تعرفوا بتلعبوا باسم مين الجمهور ده بيسق فيكم جدا وبيحبوكو لازم ان تستعيدوا علاقتكم وحبكم وسقة الجمهور فيكم كان عندهم تأكيد جديد جدا وتركيز ثم بدأ اجتماع اللعيبة مع بعضها باش منس انا بقى يا عزاقوا فينا اه الان ها كل الناس عملت اللي عليها الجمهور غضب وهدي وبدأ يدعم وبيعملوا فيديوهات كلها دعم لكن مش عايز اخد الليلة في شكل جماهيري فقط الادارة شفنا ردود الافعال وشفنا المعالجات عايز اقولك بمناسبة الادارة والجمهور الادارة بدأت النهاردة فتح السيستم لحجزة تذكر المباراة يقدر الجمهور يتعامل بحجزة تذكره من خلال السيستم اللي بدأ النهاردة وامل ان شاء الله انه تسير الامور في منتهى الانضباط باذن الله فضل ولكن عند كلمة بدأ اللعيبة تقعد مع بعضها ايوه اهم ما في الموضوع لان على اللعيبة اولا مسؤولية تجاه نفسه ايوه انا حاول لك بقى علشان الجمهور ماشي كل ده وهو ما مؤكد مؤكد حسين بغضاء مؤكد حسين بمسؤوليتهم تجاه الجماهير لكن كل واحد يبقالوه مسؤولية تجاه نفسه وتجاه فريقه انا مايتعملش فيا كده ايوه ايوه ده اللي كل لعب لازم نقولها لنفسه اه وبعد ما تتقل دي ما دي مرحلة ده مش هدف اه يعني مش الهدف ان احنا نقولها لبعض وبعدين ايوه ارسم مع زميلي السيناريوهات التي تؤدي الى التعبير عن كده هعالج الليلة دي ازاي اهم مجميع اللجوم هتتكلم مع بعضها مجميع الدفاع مع بعضها بعدين يقعدوا وتكلموا مع بعض وبعدين يقولوا هنعمل فيلم وتتحط السيناريوهات ما دلاوه ما انت ممكن تستقبل جهود انا هنا لا اتحدث عن مباراة سان داونز انا اتحدث عن مسئوليات مهمة لا تقل انا عندي مباراة المقاصة يجب مصلحة النفس والجماعير وسترداد جزء من اللعيبة في هذه المباراة يجب نهارده تخلص مندي انا انا نفسي مثلا وان اسمع كده اللعيبة اجتماعوا وقالوا هنسلم موبايلاتنا اخر تمانية واربعين ساعة مش عايزانها معانا حاتش كلمنا مش عايزانها يا سلام لو حصلت كده دا معانا ايه عايزاني ركز انا بديك امثلة اي عايزاني اللعيبة تطلع تقول زي مع ادناها حنفكها وحنبدأ بالمقاصة لابد من ان احنا نعيش ماتش المقاصة استاذ برايين طبعا لابد ان احنا نعيشه النهارده جهاز فني وتتحط كل السينارياهات المحتملة وعالجها ازاي وجمهوري دا مطلوب منه ايه كل دقيقة في المباراة وانا متأكد الجمهور اخر واحد توصيه هيعمل اللي عليه هيعمل اللي عليه بس كمان مش عايزين نعلي الامال اوي هو النتيجة دي ممكنة ممكنة حصلت بس محتمة لا يمكن تكون محتمة ملهاش ضمان وهي المحتمة انا قدر انزل قبل ايه ما تشقول لك حكسبه خمسة حكسبه اربعة ما كانش حد غلب لان فيه منافس زي ما انا بشتغل هو بشتغل وفيه توفيق وفيه حكم وفيه لكن اعمل اللي عليه اوصل لناس كلها اهلا لا 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 ده مش ده الاهل يا نهر بيض ده مش ده الاهل اللي لعبناها لأسبوع اللي فات كلمة دي في حد ذاتها لازم لازم تتقال وايوة هو ده الاهل الكبير لازم الاهل الكبير القارة احنا كبار القارة وعندنا احسن فريق لازم نقول لنفسنا كده ولازم لعبتنا تتعامل على هذا الاساس لا فيه سربعة ولا فيه دربكة ولا فيه عدم ثقة ولا فيه غرور ولا فيه استهتار فيه ناس محترفة 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 يعني كيف نتعامل في الازمات هو ده قمة الاحتراف ايه اللي يعرف يتعامل في الازمة ازاي لذلك خلاص اللي اعتذر اعتذر واللي قال قال فهمنا ان الكل متألم لكن عايزين نفهم كيف نعالج الامور ورونا يا لعبت الاهل ورونا يا اجهزة الاهل كيف ستتعاملون مع المباراتين المباراتين القادمة ايه قبل من اتكلم بقى على بيراميد وعلى مش عارف ايه وعلى كلام دا